موسيقى موسيقى سيمي الطاهري ناتق راسمي باسم الاتحاد اللي عم توسي للشغل مرحبا بيك باحدنا في نويت شكرا مرحبا الوضع متأزم اجتماعيا اقتصاديا سياسيا والاتحاد مازال كيقرر سلسلة من التحركات تبدى نهار 11 فبري من قبل تتواصل حتى ال 11 مارس مسيرة وطنية في تونس العاصمة لكن تعم تقريبا الجهات الكل بتاع البلاد 18 فبري بشيكون تاريخ مهم بحكم انه تاريخ تحرك توزر مدنين صفاقس اللي عندها وزن نقابي خاص القاسرين المستير نابل بنزرت وجندوبة جريدة الشعب اعتبرت خطاب قيس سعيد اللي جات بعض الهيئة الادارية اللي قررت تحركات هذه اعلان حرب بداية فبري هل انه اليوم الاتحاد يتبنى تماما الان متع جريدة الشعب اللي تعتبر كلام قيس سعيد في تكنة العوينة او الفبري اعلان حرب هو فعلا اعلان حرب وتبناه المكتب التنفيذي الموسع قبل ذلك يعني منذ تقريبا شهر جانفي كانت تحليل انه بدأت عديد مؤشرات اللي تدفع الى تصادم مع الاتحاد اللي عام تنسي الشغل من خلال تضييقات من خلال تسخير في محاولة تضرب الاضرابات التحركات العمالية من خلال ايضا حملات الشيطنة يعني انصار الرئيس كانوا يتحدثون عن وجوب حل الاتحاد وعلى انه تم الان الانتخابات ولابد الان نمر الى انهاء الاتحاد اللي عام تنسي الشغل وجودا ومش فقط تضييق عليها هذا كلام انصار الرئيس لكن الرئيس في نفس الوقت يعتبر انه الاتحاد يتخذ الاضراب غيطاء لمقارب سياسية حسب قوله والقول هذا قالوا في ثكنة الحرس يعني الموقع عنده رمزي دونك تم تهديد امني تهديد بالمقاضات بالمحاكمة بالديسونت على مقارات الاتحاد واعتبار اضراب تعترقت السيارة على انه يخفي مقارب سياسية في تجني كبير اضراب على مطالب واضحة وقعت في جلسات اصدر فيه برقية تنبيه باضراب في اجالها القانونية اتبع كل الاجراءات الموجودة في مجال الشغل هو نزاع شغلي يحاول الرئيس الى مقارب سياسية ويدعي انه تم غلق للطريق هذا مش صحيح كان يعني برفع الحواجز وتمكنت سيارات كلها من العبور كل هذه الملابسات يصل رئيس من ثكنة الحرس وايضا يعمل مغالطة للشعب بانه تم غلق طرق السيارة ويعتبر لهذا اضراب سياسي وقته على بدلة زي الشغل على تيكيرستوران على زيادة في الاجور اللي ما اتبقتش ولحكومة الرئيس ممضي عليها مع الاتحاد العامة للشغل اعتبره انه عنده مقارب سياسية يعني تضخيم كبير يسر الغاية بانه هو التأجيج يعني اللي عملوا مع القضاة اللي عملوا مع العديد من الهيكل في البلاد مع البرلمان مع غيرها يبدأ التجريم ويبدأ التجيش وبعد ذلك يحرض على يتعدى للاكت للاكت هي هو انه تم اعتقال بعد ساعة مباشرة الاخ الكاتب العام انيس الكعبي واختطافه من بيته وبعدها ايضا بثلاثة ايام يعني يقع دعوة ستاش نقابي في النقل للتحقيق بدعوة انه متهاجموا على مقر وزارة النقل رغم اللي خارجين من اتفاق منع تونس من انه النهارين تتشل في جميع يعني كل هذه المؤشرات وما زال جديد يعني نشوفه في تحريض دوائر قريبة جدا من وزارة العدل وكل مرة تخرج اخبار ما يدل على انه نمشين الى انه باشتقع محاصرة الاتحاد او ضربه او محاكمة نقابيين بتهم كيدية تماما كموقعها في 78 كموقعها في 85 كموقعها في 65 سنة يعني تقريبا كل عشرية النظام يدخل في ازمة ويريد ان يصدر ازمته على الاتحاد العام في الشغل في 78 و84 وغيرها النهاية كانت دموية حيح نهاية دموية خسرت تونس سنوات 78 تونس مشلولة الى حدود 83 وفي 85 بقت تونس مشلولة الى حدود 87 و88 اقتصاد النهار دوتر اجتماعي ما ثم اشتراف اجتماعي لتنجم تفاوض معاه ويعدل الكفة عشنا حالة من التوتر ثم قد توقين لكن اليوم المقارنة بالسياق هذاء تمبق بنهاية كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي واسنين اللي خسرت هاتون السياسية لكن تمبق زاد بنهاية دموية معنا عدد الضحايا في 78 كان بالمئات هو ما هوش غريبة التاريخ الساعاتي يعيد نفسه في شكل مهزلة ولا في شكل مأساة وفي كثير من احنا منتظرين انه ردة فعل الحاكم اليوم ماهش مختلفة نشوفه اللي الحاكم يريد ان يستنسخ مراحل تاريخية في تصرفاته ثم محاولة لقراءة التاريخ من زاوية الحاكم من زاوية السلطة تجاه الاتحاد العامة للشهر يعني ما نستغربوش اطلاق الرصاص ما نستغربوش الاعتقالات ما نستغربوش اي اجراءة يقع خاصة انه وقع على محتجين عادي الناس ضربت بالمطرق اعتقلت شباب يتحاكم على تدوينه وفق المرسوم 154 وللأحكام تنجم توصل لعشر سنوات نذهب روايدا روايدا في اتجاه الاستبداد اما يعني الدفع لصراع دموي بالنسبة ليحنا لا نطلبه ولا نريده ونحبه نجانبه بلادنا عليه اما يبدو انه ثم من متعطش الى هذا ويراء انه ما ينجمش يحكم وما ينجمش يهيمن على البلاد وما ينجمش يتمكن بكل دولي بالدولة تماما كي من نهضة تماما كي مكان برجيبه وكي مكان بنعليه الا بمحاولة اخضاع الاتحاد او تدميره وهذا يعني من المتوقع واحنا نتهيئي لهم والتحركات هذه اللي حكيت عليها ما لها الا اشارة لوقف اي امكانيا لالناس باش تفكر في الاعتداء على المنظمة راو مش فقط قدرة تعبئة راو ثم ناس توا ديفو ويب باش دافع على مقراتها وعلى حقها النقابي وعلى حقها في ممارسة الاضراب حقها في الاحتجاج حقها في المطالبة بتحسين اوضاحها اللي قامت من اجل هالثورة في السياق هذية الكل اعتبرتوه اعلان حرب والرد له السلسلة من التحركات في مختلف الجهات كما قلنا اللي تنتهيه بمسيرة وطنية في تونس العاصمة نهار 11 مارس اكثر من التحركات هذه لو كانت تعتبروا اللي انتوما حاليا تحت عدوان كي نحكيوه على اعلان حرب من طرف رئيسة الجمهورية العدوان هذية بش تجاوبوه بالمسيرات كهو الاشكال متنوعة احنا اليوم امام واقع متحول في البلاد يطلب ساعة ان انصرفوا بعقل هدأ ولذلك الهاي لدارية الاخيرة ممشتش مباشرة الى انها تتحرك بطريقة تصعيدية مباشرة التحركات هذه هي رسائل ورسائل اللي يريد ان يطلقها على انها الى حد الان تحركات سلمية هادئة بسيطة عادية تقع ووقعت فيه كثير من المناسبات وراي ومشتوى برك عملناها في 2018 وتوجد فيما بعد باضراب العام في الوظيفة العمومية ثم الاضراب العام في القطاع العام وكنا بش ندخلوا في اضراب عام في جميع القطاعات لكن توصلنا الى اتفاق مع يوسفش حكومة يوسفش شهد وقتها الان هذه تحركات اولية هي رسائل هي في نفس الوقت تعبئة لقواعدنا النقبية هل ان الاتحاد ما زالت عنده نفس القدرة على التعبئة مقارنة مع عشر سنين التالي مثلا؟ هو سؤال يطرح في مدة الفترة هذه ان الاتحاد معتش عنده القدرة على كل حال احنا الايامات هذه ستبرز ذلك تعبئة مسألة انتع ساعة قناعة احنا عندنا هيك النقبية مقتنعة ودرنا في الجهات عملنا قبل القرار هذا عملنا ندوات اطارات في 24 جهة ولقينا بالعكس الرغبة انتع النقبيين هو انه نمشو مباشرة الى تحرك قوي يوقف هالمسار هذا من انه يزيد يدفعنا الى الانهيار ويزيد يدفع البلاد الى الفوضى والى الاحتراب كما عملنا في مناسبات اخرى سابقة مش اول مرة ماهيش زاد اختبار قوة خطر احنا اذا كان ثمش يكون بشي يستنى ويرصد ويعتبر لهذه بسلت اختبار قوة قلولو احنا مسبقا انها ستكون ناجحة بل ستكون مدوية وقوية وخاصة في عديد الجهات اللي عندها وزن ما زال الاتحاد على قد الشعار اللي رفعوا لمدة سنوات الاتحاد الاتحاد اقوى قوة في البلاد هو اقوى قوة خير في البلاد قوة بالمعنى قوة خير شوف نفهم اللي اليوم خلطنا الوضع المانيكيان فيه الخير والشر لك هلو لبي هكا تراولو فعلا هو وخانا نرجع لكلمة القوة رأي القوة بمعنى ان احنا موجودين الهيكل الوحيد في البلاد كما الدولة موجودين في كل دوار وفي كل مصنع وفي كل معمل وفي كل مؤسسة وفي كل محتمدية وفي كل مكان من التورى بالارض انتشار واسع وموجود جميع شرائح المجتمع موجودة عنه من الطبيب الاستشفائي الدكتور المدير العام جميع شرائح المجتمع زادة موجودة في القاعدة الانتخابية القيس سعيد جزء منها بدأ يتبخر جزء منها كان هارب من عشرية وقام بعملية عقاب جزء منها خير بين شرائحين فاختار أقلها دونك مسلت دي القاعدة والمستوى ثقة الناس كل بدأت تلمس أنها بدأت تهبط على خطر ما تمش استجابة لانتظارات الناس اليومية حياتية الخبز والزيت والماء والسكر والاستقرار ومستقبل لولاد وإيقاف الحرقة وإلى غير ذلك من المشاكل دعاناها التونسي بطبيعة الحال لن يجد هذه الانتظارات محققة ما وش بش يكون دستور ما وش بش يكون شركات أهلية ولا مصالحة اللي بش نجم تحلل له مشاكل تحكي على جانب الاجتماعي جانب الاجتماعي والاقتصاد والاقتصاد اليوم اللي مؤسساتنا اليوم مدمر خاصة المؤسسات الصغرى والوسطى يعني تغلق ونشوفه في العمال يسرحون كل يوم بالمئة الألاف على المستوى الاجتماعي الاقتصادي أهم نقطة خلافية نجم ونعتبرها الزيادة في الأجور اللي تم أقرارها 15 سبتمبر اللي فات والتوأة لا تفعلت لما بدأت تتفعل في الوظيفة العمومية في القطاع العام ما زالت ما تفعلتش في بعض المؤسسات في أغلب المؤسسات تفعلت النقطة الخلافية الحقيقية هي في المرسوم القانون المالية اللي تضمن تخفيض ب33% في المواد الأساسية في الدعم يعني ما يساوي ترتب عنه من زيادة في المواد الأساسية ما يساوي أو يفوق 33% تخفيض 16% من ميزانية الدعم بالنسبة للمحروقات ما يؤدي إلى الزيادة في الكهرباء وفي كل وسائل الطاقة الأخرى المختلفة هذا بشيء ضر فيه المواطن يعني رفع الدعم بالقوة فما علقتين حسوهم الاتحاد برئيس الجمهورية والاتحاد بالحكومة يشبهوا لبعاظهم لكن ما هو مش نفس الشيء هنا حتى الحكومة في خطابها حول المسألة الاقتصادية ماضية في طلب طرنش أخرى قسط آخر من صندوق النقد الدولي من الفيمي قدرها لتغطية عجل المالية العمومية 1.9 مليار دولار في الظرف هذا هو العلاقة مع الحكومة كما العلاقة مع الرئيس تشوبها مشاكل كثيرة في نفس الوقت الرئيس يرفض الخطاب حول المديونية وأمك صنافة كيف تتعامل مع التضارب نحن نعتقدها ازدواجية ما سماها الرئيس عند إمضاءه لقانون المالية عام 2022 بالإكرهات وعاود نفس العملية في مضاوط الميزانية كيف تتعاملهم على الازدواجية قررينها الازدواجية الازدواجية مفكوها على أساس أنها محاولة من الرئيس للحفاظ على مخزونه الانتخابي اللغاية والحقيقة أن حكومته تذهب لأنها تمرز وتطبق في سياسات الرئيس وفق المرسوم 117 وفق تجميع السلطات التي وقعت في يد إيد الرئيس أن الحكومة تطبق سياسات التي يضعها رئيس الجمهورية إذن هذا مجرد مغالطة للشعب أما للخارج هو ما تقوم به الحكومة من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهذا كهو السياسة الحقيقية لقيس سعيد لا يختلف من حيث النزعات الليبرالية واستنساخ منويل التنمية السابقة وسياغة العلاقات الدولية من خلال المديونية كما كانت الحكومات السابقة لا غير ما جابش حتى حاجة جديدة اللي ممكن تدل على العمق الاجتماعي والبعد الاجتماعي لأنه أولاً لم نرى أي إجراء اجتماعي مثل الناس كان بقينا ما زلنا في الإجراءات تعالصدقة وتعالزيادة في منحة المهمشين إلى غير ذلك والبقية الإجراءات الحقيقية العميقة اللي يلزم تتعمل لإنقاذ شراح كثيرة اليوم فقرت وخاصة طبق الوسطى اللي اتدمرت تماماً واللي حكومة الرئيس واللي هي مش في حكومة بودن حكومة الرئيس تعمل على أن تحلل مشاكلها وفق هذه الرؤية الليبيرالية يعني مزيد الجباية مزيد الإثقال كهل الفئات والشرح الاجتماعية بالضرائب ورفع الدعم بيع المؤسسات العمومية رغم هذا الكل فم جزء من البيسار وخاصة من التيار القومي في تونس اللي مزال مساند رئيس الجمهورية رغم الخط هذية التيارات هذية عندها حضور في الاتحاد وحضور مهم كيفيش الاتحاد يتعاطى مع التيارات بالأهمية هذه في وسطه مساندة للرئيس بينما أنه خط الرئيس وخط الاتحاد اليوم لا ينتقل هو الحقيقة التيارات هذه حسب ما نشوفهم الخطاب انتاحها أنها ممزقة بين مساندة الرئيس وبينما يسمونهم المساندة النقدية يعني لا يفتقون أنه ينقض الرئيس في سياساته خاصة الاقتصادية والاجتماعية وفي عدم تشاركية في العديد من الملفات بما فهل الملف السياسي في هذا زاوية ثم ريزارف موجود على سياسات الرئيس أكثر من هك أنه أحنا سنقول ووضحنا لبعض منهم اللي عندنا بهم العلاقات الدائمة وأنه بشتفقوا على صدمة كبيرة لأنه ما يقع إلى الآن في الكواليس الحكومة والتي تعمل فيه في الدوائر السرية مع الإفامية ومع العلاقات الثنائية مع بعض البلدان سيذهب بالبلاد إلى أن تصبح معروضة للبيع ومزيد للإفلاس تأثير هذه الطيارات في داخل الاتحاد أحنا عندنا قاعدة اسمها الاستقلالية واللي في داخل الاتحاد يمثل الاتحاد مش يمثل حزبه بالعكس يمثل الاتحاد لدى حزبه يعني لكن أنت تعرف وأنا عرف وبرشة ناس يعرف واللي معناها ما فميش مش مش ينزع العباء العزبية واللي يتحدد له أفكاره موالفه وكل قبل ما يدخل الاجتماع من الاجتماع لا أحد طلب منه أنه ينزع ويقطع ورقته نتعلم الانخيرات في حزبه ولا فكرته ولا انتماؤه هذا بالعكس الاتحاد ديما تنوع وكان ديما خيمة الحزاب لكل وقت كان التمثيل الحزبي ممنوع في البلاد توت عمقت الاستقلالية أكثر يعني وقت يكون ثم قرار جماعي سرعا نحقه بشي دافع على رأي يقول أنه يمكن يكون المصار هذا صحيح خنزده نعطه فرصة لكن إذا الأغلبية ذهبت إلى اتجاه أنه المصار هذا انحرف والمصار هذا ما يأدي بنا إلى الكارثة فالقرار الأغلب هو اللي يمشي نحن ندير الخلافات الموجودة في حق التعبير على الرأي من حق اللي يساند واللي عارض واللي يقف ضد واللي يمشي الأقصى واللي يمشي الأدنى من حق أن يبدي رأيه في الأخير الأطر والهيكل عندما تجتمع يخرج بيان والبيان ذاك هو يلزم الجميع وفي ممارسطوزم ويلزمها حتى وإن كان هو غير راضي بذلك يعني عندنا ذنما مجموعة في مكتب تنفيذي في جهة من الجهات هذه اللي يشتقع في هالتحركات عندهم رؤية تعديلية ليست جذرية في علاقة بانحراف مصار سعير ورغم ذلك بش يجعامل اجتماعه بش يعمل تجمعه بش يعمل مسيرته بش يعبر على احتجاج الاتحاد اللي عامت للشغل على ضرب الحق النقابي على تدهور مقدر الشائية للتونسيين على نزعة الذهاب الى الاستبداد من جديد على الوضع الكارثي الاقتصادي الكارثي اللي تمر به البلاد وغير ذلك من القضايا اللي بيشتثار في هذي التحركات لانه مش فقط متحركات للدفاع للاتحاد وانما ايضا الدفاع على قوت التونسي اليوم اللي يذهب الى التدمير والتخريب نرى البرشة في الوقت نعجمو 25 جول يوم 2021 الاتحاد كان ساند اقرار التدابير الاستثنائية في المرحلة هذه يوم 26 مش يوم 25 نحن يوم 26 نرجع لنهار هذي يعني يوم اقرار يوم 26 الاتحاد ساند اقرار التدابير الاستثنائية لكن من بعد صار العديد من الحلقات اللي صار فيهم معناها تباعد خلينا نقول وبدأوا الحلقات هذوما في سبتمبر 2022 مع الأمر 117 تواصل مع المنشور 20 اللي يلزم كل النقابات بالمرور بالكتابة العامة للحكومة للطفال في الاستفتاء الاتحاد خلى المنظرية حرية الاختيار لكن بعد الانتخابات بعد الدور الاول من الانتخابات التشريعية الاتحاد وقبل حتى من الدور الاول الانتخابات التشريعية الاتحاد عبر على رفض للمسار هذية او نقض اللذع للمسار هذا في بعض مختلف الردهات هذي الكل ندم الاتحاد على مساند قيس سعيد نهار 26 جولي 2021 لا ما ندم ندم في السياسة وفي المواقف الوطنية ما فيهش واحد ندم وما حقنيش لا لانو نحن نهار اشقلنا قلنا 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 انه هذا استخدام للدستور فيه نوع من التعصف وكانوا معنا خبراء هما لوضحونا برشة نقاط والتعصف هذا يمكن اعتباره من الناحية السياسية مهم لانقاذ البلاد لكن اذا كانوا نخذونه من الناحية الفنية التقنية الدستورية ارى فيه بعض الخروقات ولهذا كان بياننا في يوم 26 اللي هو كان بيان حاسم ولي تقريبا كل اطراف سياسية من بعد مشت فيه نفس الاتجاه انتعنا هو انه لابد من ضمانات معتناش سك على بيان قلنا هذا اجراء فلنعتبرها فرصة ونحولها من يوم الى مصار احنا طلبنا انها تكون مصار وهي مش مصار الان احنا طلبنا ضمانات للحرية للعودة الديمقراطية لعدم الاستبداد لعدم البقاء لفترة الاستثناء تجاوز ستة اشهر الى غير ذلك ترجع للبيان ستجد كل هذا مضمنا باعتبار انه من البداية كنا حذرين من امكانية اي انحراف يقع في 3 سبتمبر قبل ما يهبط المرسوم 117 نبهنا تأخر تشكيل الحكم اللي متعملتش استنت حتى سبتمبر الحكم تقريبا 25 سبتمبر و 23 سبتمبر هل يمختلف في القاتل خلافية اللي توجدت في المرحلة هل يمختلف حبيت نقول لك انه هذه المساندة الاولى اللي كانت في اللون من المشروطة ما كانش مطلقة ما كانتش للقيس سعيد سك على بياض وقتله عنده لا بالعكس كانت مشروطة و 3 نقاط الاولى انتعى البيان واضحة في ذلك كلها وضعت جملة من الشروط ونجم نحلك على كتاب أعده الأستاذ الغاب الطيف الحناشي واللي أصدرناها في الاتحاد هي دراسة صغيرة حول عنه بأنه من المساندة النقدية إلى القطيع المارينة أحنا بدنا في قطيع مارينة باعتبار أن البلاد لا تحتمل الوسط مارينة مارينة هو السياسة ليس كان الصدام أنه البلاد لا تحتمل الصراع وأنه كل مرة نعطه فرصة لإمكانية إنقاذ وأنه تتذكر الرئيس كان يسخر من فكرة خارج الطريق قال بروا لو جعلها في الجغرافيا في مبادع ما الخارج الطريق بالضغط بالتحركات بالمواقف على الاتحاد اللي عم تنسي الشغل وكل المجتمع المدني كان رافض أنه الانتخابات تقع في في الوقت ذاك رغم لي أحنا بيدنا ماذا بينا تزيد تتأخر لأنه لا شيء نناضج في ذلك ف لو تكررت 25 جويلة طبعا مش بالقيس سعيد نقول لابد من أنه يكون ثم حركة اللي تعطي نفس جديد للتوانسة كل نهار 26 نهار ويقعوا إلى مدة إلى حدود تقريبا منتصف في قوت منعوشين شعروا أنه تحرروا من فترة كان فيها ضغط كبير وكان فيها شحن وكان فيها وخاصة بعد ما غلق البرلمان كانوا فرحانين نما كان هذيك الهدوء قبل العاصف بعد خدرسل فهم بعد جت صدمات بعد جاء الانحراف بعد المسار لم يعود مسارا المسار هذيك لم يعود مسارا مات في 25 جويل الاتحاد بعد مطالبته المدة طويلة بحوار وطني بعد مقطعته في نفس الوقت الاستشارة الوطنية اللي قام بها رئيس الجمهورية وانتقدنا الدستور وهبطنا في ذلك دراسة إلى غير ذلك واضح بعد هذي الكل الاتحاد أطلق مبادرة الانقاذ الوطني أطلقها بزوز من شركائه منتع المبادرة منتع الحوار الوطني منتع 2014 اللي هما الرابطة تونسية الدفاع على حقوق الإنسان وهيئة المحامية بلاش الوطني مع المتدادة التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وين بش توصل المبادرة هذي في ظل الحرب المعلنة مع رئيسة الجمهورية هو بلاش الوطني خطر الوطني الوطني محبش مش احنا استقسيناه ولا استثيناه عنده حساباته أخرى ووضعياته سواء الداخلية ولا علاقاته مع السلطة هذا مسألة أخرى يسأل عنها ما هوش مؤلق فقط على الأربعة بمفاهم المنتدى المنظم جديدا وسينفتح إلى برشة منظمات مجتمع مدني وبرشة جمعيات اللي نتقاط الحوار هذي شنو بش يكون الهدف متاعه في ظل القطعة المردة مع السلطة هو الحوار عنوانه الكبير هو الإنقاذ وآلياته أنه ماذا بنا يكون مع الأطراف الموجودة في البلاد بمفاهم السلطة تقول لي هل يستجيب الرئيس لذلك توقعاتنا أنه لن يستجيب لكن بطبيعة الحال أحنا أولا أولا محلة إذا قال الحوار يصير في إطار مؤسسة الدولة لي خارج وأحنا طالبين ونبتشكون في مؤسسة الدولة إذا كان هو رغب في هذا أما مش أساجيز كما عملوا في قصر الضيافة نتعاك اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولي قطعناه وما شاركناش هل أنه اليوم ممكن أن نأمل أنه الرئيس يعمل حوار مش على كيفه الأمل يكاد يكون مستحيل يعني صعب المسألة إذا كان مش مستحيل بقى ثم رأي عام ثم مجتمع سياسي ومجتمع مدني في البلاد هذو مزاد موش بشق مكتوفين لأيدي أحنا حتى لا نعطي ذريعة إلى أي أحد أنهم بعد يقول استثنونها من الحوار فهذا من سيقصي نفسه من الحوار بشجر نفسه معزول وراه تذكر في 2013 المرزوقي رفض الحوار حزبه رفض الحوار النهضة في البداية رفضت الحوار ثم انصعت وجاءت يعني يبقى ثم أطراف في الحكم في الترويكة ولم تشارك في الحوار جزء من السلطة لم تشارك في الحوار النهضة شاركت في الدورة ثانية للحوار الوطن دورة الأولى لم تشارك فيه إذن المثلة اللي بشيقصي نفسه سيقصيها وبشيعزل نفسه لأنه توا ثم رأي عام وطني يتحدث على أنه ما نجموش نكمله هكذا فمكلم من رئيس وأنصار على وضعية مريبة للاتحاد وأنصار هم اللي يكونوا أكثر يتحدثوا على الفساد في علاقة بالاتحاد والبعض يقول اللي مسألة الفساد هذي هي ورقة ضغط يستعمل فيها الرئيس ضد الاتحاد ورقة ضغط نجعة إلى حد الرئيس بناء سرديته على نقولات من نوع مقاومة الفساد وإلى حد الآن مريناش مقاومة على الفساد لما السن منظومة لما وقف بالعكس الفساد زاد التنامة وقلنا تحدينا الرئيس رغم لمواجهناش التهمة هذي مباشرة انصاروا هم يقوموا بذلك يعني عنده ذباب إلكتروني كيف وكيف النهضة نفس السلاح استخدموهم مع بعضهم هو الحرب الإلكترونية على مستوى الرزوس سيوب بش للتشويه للإرباك لخلق رائعان معادي للاتحاد قلنا لهم اللي عنده اللي يلف يتفضل والإخوة حتى اللي وقفهم طوى كما الأخ أنيس الكعبي ما هوش على فساد وإنما ممارسته للإضراب الستاش النقابي اللي عيتونهم من النقل على ما ادعوه من حدهم كايدية اقتحام مقر الوزارة نحن مستعدين إلى هذا وبالعكس تمشكون اتهمنا بهذا التهم ورفعنا بهم قضية وأمس الأمين العام والأمين العام المساعد المسؤول على الشهر القانونية أمام التحقيق في السماع لشكاية ضد محامية ادعت أن الأمين العام عنده ملفات فساد وعنده شاك من إمارات والأخ حفايد عنده عقارات غير معلومة المصدر إلى غير ذلك احنا مقدمين بالعكس احنا مقدمين شكايات القضاء بيننا فيصل وحكاية أنه الفساد خلى الاتحادي تردد في ردد فعله بالعكس اللي عنده ملف فسادي طريقة ردد الفعل منفعلة ويمكن يعمل بشي حي يحمي روحه بالنسبة لي نحن طريقة ردد فعلنا هي حكيمة وهدئة خوفا على تونس من الفوضى لأنه ثم شكون يلوج على الفوضى وتعرف اللي ثم أطراف وجبهات اليوم جاعدة تشكل ماذا بها الصراع والصدام ويوصل حتى لسالة الدماء بين الاتحاد وبين السلطة من أجل أنها تستفيد وتعود إلى الحكم ثم أطراف أجنبية أيضا تؤجج في هذا احنا لسنا لعبة بنا حتى حد سنحدد طريقة معركتنا وآلياتها وتوقيتها مآلاتها وأهدافها كما نريد نحن باستقلالية على جميع الأطراف السياسية ولا علاقة بذلك لا بالفساد ولهذا سي عبدالطيف الحناشي يسمىها القطيع المرينة بعلاقة بموقف حكيم تعود الاتحاد أن يتصرف فيه وذكى لش دفعنا للحواء مش نبعد وبلادنا على الحرب كما بعدناها في 2013 وقت السالة الدماء وقت اللي ولعنا في البربورين البربورين ما بينتواسع يعني منقسمين في القصبة وفي السحة الباردو واللي شعب أصبح اليوم يستنى فيه كش كوني يسلحوا مش ناس تتقاتلوا وشهداتهم اليوم الحوار هذا اللي تحكي علي شنية القيم الدنيا اللي من المفروض أي طرف يحب يشارك في الحوار هذا يكون متبنيه هو الأول شي ساعي نزميه نبدأ بأننا نحن مع جمهورية مناش بش نرجعوا الشعارات انتا ناس تحب تهزن الخلافة تم أحزاب اليوم الدولة ما فعلت لحد شي ضد دستيرنا في تونس كل 59 و14 وفي 2020 ما فعلت معه حتى وزن و فيزيبليتين لا عنده فيزيبليتين عنده امتداداته وتعبيراته في طيارات أخرى تدعي أنها تؤمن بالجمهورية وهي كانت تفكك في الدولة باش ترجعنا إلى مجتمع الخلافة اثنين نحكي على مشكولة هنا نحكي على حترا على الطيار الإسلامي كل طيارات الإسلامية اللي ممثلها الرئيسي حركة الناس ورئيس دولة اللي أهداف القصوى كلها تذهب إلى أنه إرساء الشريعة وهذا موجود في مستوى تفكيره إلى الإسلام السياسي أيضا لابد من إيمان بمدنية الدولة ولابد أيضا من الدفاع للديمقراطية والديمقراطية الحقيقية في بعدها السياسي وبعدها الاجتماعي وهنا يجي للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية هذا شعار الاتحاد العام للشغل اللي ندافع عليه واللي نتصور طيف كثير من السياسي والمدني في تونس يؤمن بهذا ويدافع عليه وخرج من أجله في مسيرات في 9 أفريل 2012 في 13 في 14 في وقت سياقة الدستور خاصة في النسخة الأولى نتاعه وقت الاغتيالات كان هذا هو شعار كل المجتمع المدني والمجتمع السياسي اليمن بهذه القيم الأساسية طبعا اللي في الفلك هذا سيجد نفسه في الحوار سيجد نفسه وخاصة وخاصة لابد زادة من أنه اللي يحب يشارك فيه هذا سيقدم نقده ذاتي ثم ناس حكمة ثم ناس سدت عشرة سنوات فكت البلاد في وقتها وقت الاغتيالات في وقتها جاء الإرهاب في وقتها البلاد غرقت في الديون بالتالي القيمة القيمة الثابتة والدنيا للمشاركة في الحوار هي استبعاد الإسلام السياسي ومن حكمه بفشل في تونس في العشرة سنوات ليس قضية استبعاد هي قضية اليوم موقف من مدنية الدولة ومن ديمقراطيتها ومن وضعها الجباعي موقف من عشرية الفات وتحمل المسئولية في مواقعة ومش كان هي ثم أطراف أخرى حاكمة قبل 2010 واللي إلى حد الآن ما زالت تتطاول على الثورة وما زالت أي لحد الآن تقدم نفسها بديلا للارتداد إلى وراء ما قبل 2010 واللي لم تن تقدم نقدها الذاتي إلى حد الآن بما فعل الدستوريون في تونس رغم مكاسب ورغم واثم ثم مياسي كثيرة ثم جرام ثم قتل ثم ديمقراطية غاية تأكي على مثلا على التعبير السياسي الرئيسي للتيار هذي اللي تحكي عليه هو حزب عبير موسي الحزب الدستوري واحد من التعبيرات واحد من التعبيرات خطر حزب الدستوري فم برشة تعبيرات تعبر عليه عبر عليه هني ده في فترة معادي يا كده مش نقدو زيتنا في دقيقنا لا مش زيت هنا مش نقدو معناه الرابطة وقيمة المحامين مشوية أحزاب يسارية الحقيقة ما هي شوازنا جماهيريا للجوم وبعض الأحزاب يعني الوسطية والليبرالية لكن اللي شوف هذا هذا يطلب ساعة مش اقصاص ساعة أما هذم الناس هذم مستعدين يقدموا نقدهم ذاتي في البلاد مستعدين اليوم يراجعوا يعملوا مراجعات مستعدين يفصلوا السياسة عن الدين تفهم العديد من التصريحات منتع القيادين في حركة النهضة يقولوا إلينا قادرين يقوموا بمراجعات الخلافات اللي وقعت بينهم كانت خلافات من أجل الموقع من أجل من يخلف رجل الغنوش من أجل مسألة ديمقراطية في داخلهم فقط لا أحدا اختلف على اختيارات سياسية جوهرية وإعطاء بداء الأخرى مخالفة المراجعات الحقيقية وقاموا بها طيارات إسلامية في كثير من بلدان العربية وكانت جذرية وخرجتهم من جبت وعباءة الدين إلى جبت وعباءة أو إلى حرية السياسة والنشاط السياسي وإلى المجتمع المدني وإلى الإيمان بالجمهورية دونك على كل حال هذا مسائل فيها نجم نقول سابقا الأوان هذه أنه الحوار بشتفرضه وقاع وظروف كثيرة وربما تخليه أكثر مرونة ينفتح ويطرح أسألة مازالت إلى حد الآن لم يقع الإجابة عليها هل ستشارك الأحزاب بمفاهة ديمقراطية أم لا هذه المسألة ما زالت مقعاش الإجابة عليها ونأمل ونعرف حتى المكونات الأربعة كلها تؤمن بأنه لابد من إعادة الحياة السياسية في تونس بعد ما فعل بها قيس سعيد ما فعل لأنه ما ثمش ديمقراطية من غير أحزاب وما ثمش سلطة وحكم من غير أحزاب لو كانت لخص اليوم موقف الاتحاد في المرحلة هذه وأكثر من موقف اللي تاديس بريب في شعار شنو يكون الشعار الإنقاذ شعار الإنقاذ هذا شعار شعار كلمة ما نكبروش أنا نحن في أنت بديت أول كلمة بديت بهت بش تسئلتني حكيتلي على الأزمة بش نقولك أزمة غير مسبوقة قبل الأزمات نعرفوها هايكالية قديمة دورية عندها مؤشراتها عندها توا أزمة غير تقليدية مست العمق مست حتى البنية كانت على المجتمع عندنا تفكك في جميع الأصعدة تأخر ونحن وقت كانت عندنا أزمة في 65 وفي 78 وفي 85 كانت تعليمنا جيد كانت مدارسنا من أحسن مدارس في المنطقة كانت مستشفياتنا منارة والوضع الصحي في البلاد يعني من أحسن ما ثم كان عندنا مؤسسات ديبال في الاقتصاد اللي عندها إشعاع وتأثير كان عندنا تصدير كان عندنا حركية ثقافية كان عندنا مثقفين اليوم يراد تصحير البلاد من كل هذا بالتالي بالنسبة لك وجب الإنقاذ شكرا سيمي طهري ناطق الرسمي باسم الاتحاد العام توسي الشغل على حضورك بحضان اليوم وعلى كلين هذية كل نوصلوا نتبعوا الوضع هذية نتمنى أيضا للإنقاذ تونس والشعب توسي شكرا سيمي طهري شكرا لكم اشتركوا في القناة